هذا وتواصل مصر للطلاع بدورها الدولي الرائد والفعال لسيما في أوقات المحن والأزمات وبتوجهات رئاسية عملت مصر على دعم مختلف الدول الشقيقة والصديقة في فترة تشهد العديد من الكوارث الطبعية التي تتسبب بمآس إنسانية واسعة النطاق في الوقت الصعب يظهر الشقيق وفي المحن والأزمات تتجلى معادن الدول والشعوب وكعادتها على الدوام لم تتخلى مصر يوما عن دولة صديقة أو شقيقة أو جارة مهما كانت الظروف في مصر لأنه دورها وقدرها كانت ولا زالت تؤديه بإيثار دون ضجيج أو استعراض في يوليو الماضي وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق في مختلف الأزمات جاء أقلع ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار بور سودان محملة بأطنان من الشحنات الإنسانية من الأدوية المنقذة للحياة موقف ليس بالغريب على القاهرة التي كانت أسرع منهب لتقديم يد العون للأشقاء في السودان عقب الأزمة الأخيرة التي تشهدها البلاد منذ أبريل الماضي وفي أغسطس عام 2018 كانت مصر حاضرة أيضا إلى جانب الأشقاء في السودان عندما أعلنت الرئاسة المصرية تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لمساعدة السودان في مواجهة آثار السيول والأمطار الغزيرة وذكرت رئاسة الجمهورية أن المساعدات عبارة عن مسلزمات إغاثة ومواد غذائية وأدوية وبطاطين وخيام إضافة إلى إفادي قافلتين طبية وبيطرية لعدة أقاليم في السودان للمساعدة في مواجهة استشراء الآفات والأمراض نتيجة نفوق الماشية جراء السيول ولحماية الثروة الحيوانية في السودان من أية تداعيات سلبية يأتي ذلك في إطار الروابط التاريخية القوية التي تجمع الشعبين المصري والسوداني وانطلاقا من دور مصر الرائد تجاه أشقائها في مختلف الظروف وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم نفس الموقف من السودان تكرر مع الأشقاء في لبنان ففي أعقاب كارثة انفجار مرفأ بيروت لم تتأخر مصر عن نجدة أشقائها حيث سلمت مصر السلطات اللبنانية أكبر شحنة مساعدات وتعد الشحنة هي الأكبر ضمن جسر المساعدات المصرية التي تصل إلى لبنان منذ انفجار ميناء بيروت حيث تبلغ الشحنة أكثر من 487 طن وتتضمن 265 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية التي تغطي مستلزمات علاج فيروس كورونا بالإضافة إلى أدوية لعلاج الأمراض المزمنة كالضغط والقلب والسكر و122 طن من المواد الغذائية و100 طن من مواد الإعاشة أما الأشقاء في سوريا وفي أعقاب كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في فبراير من العام الجاري فحرصت مصر على أن لا تتأخر عن نجدة أشقائها في مواجهة هذه الكارثة الطبيعية والإنسانية الصعبة كما لم يفت القاهرة أن تكون حاضرة مع الشعب التركي الصديق في كارثة الزلزال حيث سارعت أيضا لتقديم الدعم والمساعدة أدوار مصر تجاه أشقائها في القارة الأفريقية لم تنقطع أو تتوقف فكانت دعم المصري للأشقاء في جنوب السودان والصومال وأخيرا في ليبيا والمغرب محطات مشرفة من التضامن مع الأشقاء العرب والأفارقة تزايدت وطيرتها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار مسؤولية مصر ودورها ومكانتها ترجمة نانسي قنقر